ترجمة نانسي قنقر المشاكل التي حدثت في بعض المدارس كتسربات وتجمعات المياه والانقطاعات الكهربائية الجزئية أو الكلية إلى جانب تهدم جزء من سور مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين إثر تجمع المياه بجانبه مؤكدا في ذات الوقت أن التقارير أشارت إلى أن نسبة حضور الطلبة في هذا اليوم بلغت أكثر من 95% في كافة المراحل الدراسية كما أن نسبة حضور المعلمين والمعلمات كانت حسب النسب المعتالة كنت اليوم بزيارة لعدد من المدارس لتفقد المدارس على ضوء الأمطار التي سقطت على البلاد مساء أمس واليوم وفي الواقع بشكل عام استعدادات وزارة التربية والتعليم كانت جيدة وتحضيراتها كانت أيضا أسهمت في وضح حد لبعض الأضرار التي لحقت ببعض المباني ولكن بشكل عام الوظف طبيعي عانت بعض المدارس من انقطاع كلي أو جزئي في الكهرباء تم التعامل معها أيضا وبالنسبة لحضور الطلبة اليوم عندنا الحضور كان ممتاز حسب المعدل أكثر من 95% حدثت بعض الأضرار البسيطة سواء من خلال تسرب أمطار أو تجمع بعض المياد في الساحات أو عند المدخل وكذلك تعرض أيضا سور في حد المدارس إلى سقوط جزء منه بسبب تجمع الأمطار تحته وجاري الآن إصلاح هذه الأمور واستعدادا إن شاء الله لسير العملية التعليمية دائما بالصورة المثلة